أعلنت محافظة صهاج استقبال شواني وصوامع توريد الأقماح 110700 طن موزع على 16 موقعا تخزينيا على مستوى المحافظة هذا وتكثف المحافظة الحملات التمونية لضبط الممتنعين عن التوريد ومصادرة الكميات المضبوطة من الأقماح وتوريدها إلى شواني وصوامع المحافظة بالنسبة للموقف توريد الجمح في محافظة صهاج احنا وصلنا إلى 110700 ما زلنا مستمرين في استلام الجمح لغاية النهاردة التجسيرات المقدمة للمزارعين هي هي بل بالعكس دلوقتي ما فيش تكدس ما فيش زحمة أي موارد بيجي ما بيخدش أكتر من عشر داية وربع ساعة بيتكون عربيته بتفضي بتتحرر الأوراق وبتروح للشؤون التجارية سواء في البنك الزراعي أو في المطاحن أو في الصوامع وفي خلال 48 ساعة مستحقاته بتكون نازلة عنده